ليش هذه السجون بقد في سوريا سجون لتنظيم داعش الإرهابي وإحنا ندري بسوريا ألف طرف متدخل روسيا موجودة أمريكا موجودة كل الميليشيات يقولوا ميليشيات إيرانية وغير هذا بغض النظر هذه كلها أطراف موجودة ليش السجون هذه بقد بما أنه أكو تحالف دولي ضد تنظيم داعش الإرهابي يعني برأيك أبقاءها كان شيء مقصود أم سوء تخطيط أم خطة للمستقبل يعني أعتقد أنه اللي كان يسيطر على قوات قصد ودعم قوات قصد هم الولايات المتحدة الأمريكية الآن ربما اللعب على وتر هؤلاء العشرين ألف أو الاثمتعش ألف إرهابي ربما جاء وقته يعني هناك عمليات ابتزاز هناك ربما عمليات تهديد لبعض الدول في المنطقة يعني تركيا تقريبا خرجت عن طوع الولايات المتحدة الأمريكية عندما وقعت صفقات منظومة الأس أربعمية مع روسيا يعني هناك الكثير الكثير من المتغيرات ربما تطرق قريبا وبطالتها ستكون هي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هناك ربما مؤشرات على البدء الموافقة بتغيير النظام في سوريا ربما يتم تغيير النظام في سوريا في أي لحظة في أي لحظة يعني تم ربما الاتفاق بين الجانب الروسي وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين ربما حتى إيران على البدء بمرحلة جديدة في المنطقة الآن إيران تود يعني التباحث مع السعودية في هذا الاثناء بدون شروط مسبقة وبدون وصيح يعني أنت تقصد أستاذ أفير أن هناك ضوءا أخضرا لتركيا من هذه الأطراف التي أنت ذكرتها حتى تقوم بعملية نبع السلام وهذا كله فيلم هندي دعا نشوفه بالإعلام؟ والله تقريبا فيلم هندي يا أستاذ أحمد تقريبا لأنه اليوم حتى الجامعة العربية في يعني بيانها الختامي الهزيل بالتنديد والاستنكار يعني حتى الدول العربية لم نكن ننتظر هكذا خطاب يعني سوريا دولة عربية عضو في الجامعة العربية ولو حاليا هي مجمدة عضويتها في الجامعة العربية لكن دولة عربية والمفروض يعني الدول العربية تقف إلى جانب سوريا على اعتبار أن هناك دولة أجنبية اعتدت على حدود سوريا